حنجي يا شباب وصبا ينحل هيدا الأبليكيشن اللي عنا هون أول الشي عاطينا reaction 3 H2 plus أنتو بيعطينا NH3 في عنا عم بيقول السؤال 2 moles of nitrogen reacted according to the above reaction عاطيني number of moles للأنتو بقلب السؤال قدي بيساوي بيساوي ل2 moles آي اللي بأول part calculate the amount لما يقول amount يعني number of moles of H2 required يعني number of moles للH2 يلي بدنا إياه هون كرميل شو to obtain a stoicometric mixture يعني لحتى أدمن أنه الميكسشر يكون stoicometry طلعونا number of moles للH2 كيف تكون تطلعوا number of moles للH2 بتقولوا أنه ليطلع الميكسشر stoicometry لازم الراشيو للأنتو تكون هي زيتا الراشيو للH2 مش هدا نحنا اللي بنعرفه أن الراشيو لها بيأكتنت يكونوا equal يعني الراشيو للH2 تطلع هي زيتا الراشيو للأنتو شو بتساوي الراشيو للأتش تو؟ هي number of moles للأتش تو على الكو افشنت يعني number of moles للأتش تو على ثلاثة لازم تكون بتساوي للnumber of moles للأنتو على واحد ليني كمان الكو افشنت لكل واحد فيهم النumber of moles للأتش تو هو اللي عم يسألني عدنا إنه قدية لازم تكون لحتى يطلع الميكسشر stoicometry بيجي بعود محل number of moles للأنتو اللي عاطيني إياها given بالسؤال اللي هي 2 moles بعملي cross multiplication بيطلع معي 2 ضرب 3 على واحد فبيطلع معي number of moles للأتش تو بهيدا السؤال هي 6 moles لحتى إضمن إنه الميكسشر يكون stoicometry بنروح هلا على السؤال اللي بعده عم بيقول calculate the amount of NH3 formed بده number of moles للأتش تو يلي طلعت عندي لطلعي number of moles للأتش تو بدي اعتمد على الرياكتنت فيها اعتمد سواء على الـ H2 ولا على الـ N2 رح يطلع معي نفس الجواب لأنه stoicometric mixture واثنينات رح أفترض إنه أنا اعتمدت على الـ N2 حقول according to a ratio number of moles للأنتو على الـ Coefficient اللي إليا reacted بتساوي number of moles للأنتش ثري على الـ Coefficient اللي إليا formed وبعمل cross multiplication شو بتساوي number of moles للأنتو reacted هي 2 mole فعنا اتنين ضرب اتنين على واحد يعني اربعة فبيطلع معنا لكان الـ NH3 formed هي 4 mole كيف جبناها من الـ A-T ratio اعتمدا على بس هون لأنه اتنين ارتهم من الليميتنج ففيه أنا اجيب لا يعني اعتمد على حيالة واحد منهم هلأ بروح على آخر بارت عم بيقول indicate the mixture composition يعني number of moles at T0 يعني initial time and at the end of the reaction بدو يعني اجيب number of moles للكل عالـ T infinity وعالـ T initial هحط هوني عندي مثل table هلأ أكيد انتو فيكم ما تكتبوهم بـ table هحط number of moles للأنتو اللي هو أول reactant number of moles للأتش طول اللي هو تاني reacted reactant عفوان وعننا number of moles للأنتش ثري اللي هو الـ product بدو يعينا نحطن على الـ T0 اللي هي initial time وعالـ T infinity اللي هو at the end of the reaction في عنا أول الشي هوني حنعمل number of moles والـ time على الـ initial time قديش كان عندي and two two mole وقدي كان عندي اتش تو هلأ طلعنايا ستة مول فبيجي بحط هوني two هوني ستة لأنه اتنيناتهم تفاعلوا completely يعني عالـ T infinity هيصيرو اتنيناتهم سفر لأنه تفاعلوا completely لأنه لما بلشت الـ reaction هي zero لأنه ما في عندي product مش هيدا product بيكون عالـ T zero هو zero لأنه ما في عندي T zero ما عندي product فعننا على T infinity قدي أربعة مول هلأ طلعنا اللعنية بـ part two فبيطلع معنا لكان الجواب متل ما خبرتكن ستة مول بالنسبة للـ part الأول أربعة مول بالنسبة للتاني part وعننا هوني بالنسبة لـ T zero و T infinity كان ستة صار سفر كانت تاني صار سفر وكان سفر صار أربعة